أمور القلب شي يغف كتاب من أحد المدارس الخاصة موجهينها لأولياء الأمور كانهم يبشرونهم السنة ما خلصت تونحنا في الكورسي الأول تحية طيبة واساد أولياء الأمور تحية طيبة وبعد إنزين وبعدين نحيطكم علما بأن المدرسة المحترمة بصدد زيادة ملحوظة في الرسوم والمصاريف الدراسية للعام الدراسي القادم 2016-2017 وذلك لتتمكن من تقديم خدمانتها بنفس الجودة والأكثر لذلك يرحب بلقاء جماعي مع حضرات أولياء الأمور يجمعون أولياء الأمور عساس أنه يقولون تعرفون التفاصيل وحطيهم مواعيد يقولون وبلغونه مترحنا راح نزيد ليش ليش ووزارة التربية كل سنة تقول نحذر المدارس الخاصة من الزيادات والمدارس الخاصة تزيد يبقى بطلنا وزارة التربية لتحذر وأنا قبل شهر مدحت وزير التربية الدكتور بدر كثر الله خيرك أنه وقفت معاملات المدارس الخاصة التي خالفه قانون وزارة التربية التعليم الخاص وقفت معاملاته مع اساس الزيادات بمئم يومتين أو زيادة في الملابس رضينا قلنا الحمد لله وزارة التربية تدخلت نتفاجئ اليوم سمعوا الزيادات التي حطوها ببعض المدارس الخاصة ومنها مدرسة واحدة كانوا في السابق يأخذون على الطالب على الرأس نحن هنا نقول على الرأس ومحشومين يقول على الرأس لأنه لا أريد أن يأخذون على الرأس لأنه يرون الطالب رأس كان يأخذون 1883 دينار كويتي اليوم كم يأخذون بعد الزيادة حق السنة الياية 2650 دينار يقولوني كان يأخذون في الكي جي وين 2003 دينار بالزيادات الحالية السنة الياية سيأخذون 2915 دينار اسمع يا معالي الوزير كي جي تولا كي جي فور كانت رسومها 2484 دينار اليوم نتكلم على 3000 دينار كويتي كانوا في الجيار الجيار فور كانوا يأخذون 3324 قموا زيدوها 1000 دينار 4300 دينار كويتي كانوا يأخذون بجيار سيكس في السابق كانوا يأخذون 3523 دينار طبعا بدون ملابس الأمور الثاني يأخذون 4700 دينار كويتي المراحل الأخيرة كانوا يأخذون 3727 دينار 5200 دينار كويتي شا سمي هذا قول لي وعطوني وزير التربية دكتور بدر لم تجتمع باتشل مع المسؤولين في التعليم الخاص ويكون هناك تحرك من نواب لما تحالف صج المدارس الخاصة زادت أكثر من 20% و30% والمدارس اللي قررت تزيد من الحين من الكرس الأول ما انتهى في المدارس الخاصة اللي تخالف قرار وزارة التربية صف كل مدرسة والعيال اللي في هالمدارس الخاصة ودوهم بالحكومة ولا أن يتم استغلال أولياء الأمور وفرض الأمر الواقع أنا من يعرف تجار الأغذية يحطون الأسعار على كيف وتجار السيارات يحطون الأسعار يقول لك هذه أسعار عالمية يا جماعة احنا بالكويت الله لا يغير علينا لا عندنا ضرائب ولا عندنا رسوم ولا عندنا أمور ثانية وإحنا أسعارنا أغلى من الدول الثانية ليش؟ وين الرقابة؟ حسوا بشعور المواطن هالمتقاعد المتقاعد اللي معاشة ما بين ثمانمية وتسعمية وسبعمية وستمية وألف دينار ما شلت البيت اليوم وأقل من المشتريين الجمعية من ثلاثمية لأربعمية دينار مع خدامة ومع سايق مع مصاريف ما يبقى شيء في التقاعد معاشي التقاعدي متوسط معاشات الموظفين الكويتين هي ألف وخمسمية ألفين وحسبوها على الأجارات ستمية وسبعمية وغير وغير الأسعار قاعد ترتفع بشيء جنوني ما يصير لذلك قضية التعليم الخاص بعضهم يقول لك من قلتك بتوديهم تعليم خاص ودوهم الحكومة على عيني وراسي لكنها بتعليم إنجليزي أفضل بعلمهم بالخاص لا هذه أسعارنا شو المطلوب مطلوب أن المدارس الخاصة تحول لأصحاب الطبقة العالية والمواطنين ابناء المواطنين اللي يبوني عيالهم تعليم أفضل روحوا للحكومة يعني الحكومة أرحم ما هي الحكومة الله يطول بعمره خلتنا نيبوا درسين خصوصيين ندفع شهريا ما بين خمسمية لسبعمية دينار بيوتنا تحولت إلى مدارس خاصة اليوم يحطون تعلان مدرس خصوصي صدقون المدرس اللي كان ياخذ عشر دلانير رفع سعره إلى خمستعش دينار واللي كان ياخذ خمستعش دينار صار ياخذ خمسة وعشرين دينار في الساعة وفي الساعتين خمسين دينار كم مادة أربع مواد يعني أنا أدفع بالشهر 200 دينار في أربعة 800 خلص المعاش أحسبح المرات بمسك لسانة شوي أحسبح المرات أنه إحنا ما نفهم أنا بأفهم رؤية الحكومة أو رؤية المسؤولين هل يحصل هي عمليات عمولة أو أنها عدم اكتراث باللي قاعد يصير في المجتمع أو أنه في شيء فوق إحنا ما نفهمه وفي شيء تحت إحنا ما نفهمه المواطن البسيط محتاج حلق قضيته الإسكانية تكون هناك مراقبة للإسعار ما يبي زيادة معاش يبيعيش محترم في دولة دولة خير الله لا يغير علينا التعليم مجاني والصحة مجانية لكن هناك من يستغل المجانية حق جيبة ترجمة نانسي قنقر